انتقدت تركيا صمت الجامعة العربية على استمرار هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المتواصل على العاصمة الليبية طرابلس وقالت الخارجية التركية في بيان لها إن الجامعة العربية على عكس الاتفاقيات السياسية وقرار مجلس الأمن بقيت صامتة في مواجهة هجمات قوات اللواء المدعومة من قوى خارجية على طرابلس فضلا عن أنها لم تدعم الشرعية الدولية في ختام اجتماع طارئ دعت الجامعة العربية إلى منع التدخلات الخارجية في ليبيا واعتبر المندوب الليبي أن الجامعة تكيل بمكيالين مهددا بانسحاب بلاده منها